بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة تكامل الدوال الكسرية أي التكاملات التي من الشكل fx تأسيم gx هذه الدالة المستكملة حيث كل من f والg هي عبارة عن كثيرة حدود هنا نميز الحالات التالية ما دامت البسط كثير حدود والمقام كثير حدود فإن درجة كثير الحدود تلعب دورا أساسيا في هذا المضمار فأميز الحالات التالية طبعا الطريقة تقتضي بأن نحل الكسر أو نفرق الكسر الذي أمامنا إلى كسور جزئية بسيطة الأمر ينقسم إلى قسمين إذا كان الكسر غير نظامي والمقصود بكلمة غير نظامي أي إذا كانت درجة البسط أكبر من أو تساوي درجة المقام هنا نقوم بعملية القسمة المطولة والتي ينتج عنها كثيرة حدود بالإضافة إلى كسر حقيقي أي كسر يكون فيه درجة البسط أقل تماما من درجة المقام إذن إذا كانت درجة البسط أكبر من أو تساوي درجة المقام نقوم بعملية قسمة البسط على المقام حتى نحصل على كسر نظامي تكون فيه درجة المقام أعلى من درجة البسط كما سنرى بعد قليل في المثال أما إذا كان الكسر نظامي أي أن درجة البسط أصغر تماما من درجة المقام وعند إذن فإن الكسر يكون حقيقيا وأقوم بعملية تحليله بالحالات التالية أول حالة أميز إذا تحلل المقام جي أكس إلى مضاريب من الدرجة الأولى غير مكررة أي إذا كانت الجي أكس تكتب بالشكل التالي مثلا إكس نائس A إكس نائس B إكس نائس C إلى آخره إكس نائس D إلى آخره طبعا عدد بين إذن في هذه الحالة نقوم إذن الحالة الأولى إذا تحلل المقام إلى مضاريب من الدرجة الأولى غير مكررة نقوم بما يلي عند إذن الدالة المستكملة ستكون إف إكس تأسيم جي أكس والجي أكس هنا قلنا أي أن إف إكس تأسيم إكس نائس A بإكس نائس B بإكس نائس C وهكذا بإكس نائس D وفي هذه الحالة نكتب الآن القوس الأول كمقام لكسر زائد القوس الثاني كمقام لكسر آخر زائد القوس الثالث كمقام لكسر زائد إلى آخره زائد القوس الأخير إكس نائس D كمقام لكسر الآن نحن الكسر اللي أمامي كسر نظامي أي درجة مقام أكبر من درجة البسط فعندي هنا المقام كسير حدود من الدرجة الأولى إذن البسط كسير حدود من الدرجة صفر إذن هو السابت فأضع A هنا أضع السابت لنفس السابق هنا كسير حدود من الدرجة الأولى إذن كسير حدود من الدرجة صفر إذن أضع سابت وهناك ذلك الأمر الآن ABCD هذه اللي في البسط هي عبارة عن سوابت أعداد يجب أن أحددها وهناك عدة طرق للتحديد ولكن أسهل طريقة للتحديد هذه السوابت تتلخص بما يلي أولا نوحد المقامات ونحزفها فلتوحيد المقامات نضرب طرفي العلاقة بالمقدار X0SA بX0SB بX0SCB وهكذا بX0SD إلى آخر فنحصل على FX مضروبة بهذه المقامات X0SLA بX0SB طبعا هذه ستختصر مع الجي أكس إذن لا دعي لكتاباتي مادام ستختصر مع الجي أكس إذن في الحالة الأولى في الطرف الأيسر سنحصل على هذا في الطرف الأيمن نحصل على A مضروبة بX0SB X0SC وهكذا X0SD زائد LB مضروبة بX0SA X0SC وهكذا X0SD زائد LB زائد LB مضروبة بX0SA X0SB X0C X0SD وليس C لأنه C بختصر مع مقامه وهكذا أتابع إلى آخر واحد إذن وهكذا LB ستكون مضروبة X0SA X0SB X0SC وهكذا جميع معدى آخر واحد إذن هكذا حزفت المقامات الآن لتعيين A الثابت A نذهب إلى نذهب إلى مقام هذا الكسر اللي هو X0SA أين ينعدم؟ ينعدم عند X تساوي A فنعوض في العلاقة الأخيرة هذه العلاقة كل XB A فنحصل على F A من هنا هنا نحصل على A B A NSB A NSC وهكذا A NSD أما البقية هنا A NSA إذن الباقي كل أصفار هنا أيضا A NSA 0 الباقي كل أصفار A NSA 0 الباقي كل أصفار إذن من هنا A نجع عماية القسم نحصل على F A مقسومة على هذا المقدار اللي هو A NSB B إلى آخر الآن نفس الشيء لتعيين الب نذهب إلى مقام الب مقام الب اللي هو X NSB ينعدم أين ينعدم هذا المقام عند X يساوي الب نعوض في الأخيرة العلاقة الأخيرة كل X ب B فنحصل على أن F B يساوي إلى طبعا في الحال الأول B NSB يساوي 0 إذن كل 0 هنا B NSA نحصل على B NSA في B NSC في B NSD أما البقية فسيكون هنا أيضا B NSB إذن إذا عوضنا B NSB 0 وهكذا إذن أيضا هنا إذا عوضنا B NSB 0 إذن سنحصل ومنه B طبعا هذا مضروف B B ماذا تساوي تساوي إلى F B مقسومة على B NSA في B NSC إلى آخره بنفس الأسلوب نكرر 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 نفس الشيء مع بقية الثوابط إذن هذه أبسط طريقة لتحديد قيمة الثوابط الآن لو أخذنا المثال التالي احسب قيمة التكامل التالي لو أخذنا هذا التكامل لو وجدنا أنه الدالة المستكملة محل المقام إلى كاسر بسط لو أخذنا هذا المقام 5 X سالب 12 على X ب X نائس 4 إذن هذا يتحلل المقام الأول X والمقام الثاني X نائس 4 هنا نضع سابت A هنا نضع سابت B إذن من هنا نحزف المقامات فنحصل على 5 X نائس 12 يساوي إلى A B X نائس 4 زائد B ضرب X إذن أين ينعدم المقام لتعيين A إذن لتعيين A نعوض كل X ب مقام A ينعدم عندها 0 إذن نعوض كل X 0 فنحصل على 5 0 5 0 نائس 12 5 ضرب 0 نائس 12 يساوي إلى A B 0 نائس 4 زائد B ضرب 0 زائد B ضرب 0 ومن هنا 5 0 إذن هنا الطرف 12 هنا سالب 4 A ومن ه A تساوي إلى 12 على 4 هي 3 إذن فمن جي لهون منمحي هذه A ومنضع بدالها 3 لتعين B نعوض كل X ب4 نعوض كل X إذن لتعين B نعوض X ب4 فنحصل على 5 ضرب 4 نائس 12 ويساوي إلى هنا 4 نائس 4 0 إذن A في 4 نائس 4 زائد 4 ضرب B من 4 لأس 4 0 هاي 20 راح 12 8 ويساوي إلى 4 B ومنه B تساوي إلى 2 فنأتي إلى هون ونحط بدل هذا B نحط الرقم 2 إذن فعنات إذا أردت أن أكامل هذا الكسر معقد فعلي أن أكامل من نفس السوق هذا الكسر الكسرين البسيطين هذه الكسور البسيطة الآن من خواص التكامل التكامل يلسى إذن حصلنا على تكامل 3 على 2 على 2 على x إن الكسر الذي لديها يتحلل إلى كسور بسيطة من الشكل A x زائد 1 زائد B x نائس 2 زائد C x نائس 3 علي أن نحدد قيمة A B C بنفس الأسلوب نضرب ونحزف المقامات ثم لتعيين A نذهب إلى مقام A نرى أنه ينعدم عند السالب 1 نعود في العلاقة كل x بسالب 1 فنحدد A تطلع معي A هي عبارة عن 4 بنفس الأسلوب نجي إلى مقام B نرى أن X تنعدم B مقامه ينعدم عند 2 نعود في العلاقة كل X بسالب فنحدد قيمة B هي عبارة عن سالب 5 أيضا بنفس الأسلوب نعود كل X ب3 في العلاقة فنحصل على C هي عبارة عن العدد 1 فإذا عواض ما نكامل هذا الكسر معقد يمكن أن نحول إلى تكامل هذه الكسور البسيطة 3 و3 هي عبارة عن البسط فيها مشتق المقام وبالتالي الجواب هو لغارتم المقام فإذا تكامل هذا المقدار ما هو إلا تكامل الأول هو لغارتم المقام الأربعة يمكن إخراجه خارج لغارتم المقام والسالب خمسة تخرج لغارتم المقام وهذا أيضا لغارتم المقام فنحصل لها هذه العلاقة طبعا لغارتم زائد لغارتم هو لغارتم الجداء والخمسة ترفع الأس وهذه تطلع الأس ولغارتم نائس لغارتم هي لغارتم الكسر نفس الاسلوب تماما لو جينا إلى هنا المقام هو ال GX هي هذا المقدار نحلل هذا المقدار إلى جداء مضاري من الدرجة الأولى فتحلل إلى جداء مضروبين مختلفين من الدرجة الأولى عندئذ نحلل هذا الكسر إلى كسور بسيطة القوس الأول هو مقام لكسر بسيط والقوس الثاني هو مقام آخر طبعا ما دام المقادير من الدرجة الأولى فالبسط يجب أن يكون من هذه الدرجة صفر أي A و B ونحدد A و B كما فعلنا سابقا فنرى أن A هي 3 وال B هي 2 وبالتالي نوزع التكامل للكسر البسيط الأول والكسر البسيط الثاني البسط فيه مشتق المقام وبالتالي لغارت من المقام للجواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته